مرحبا وتحياتي للجميع في الفيديوهات السابقة تعرفنا على نفي عبارة وفصل وعطف عبارتين في هذا الفيديو سنعرف انطلاقا من هذه العبارات الثلاث عبارتين مهمتين جدا لذلك هذا الفيديو سيكون من أهم فيديوهات سلسلة درس المنطر قبل الشروع في الدرس أود أن أشير إلى أنني أجيب كل التعليقات لذا إن كان لك أي سؤال أو لكس فلا تتردد في طرحه الاستلزام تعريف لتكون P و Q عبارتين استلزام العبارتين P و Q هو العبارة P bar أو Q والتي نرمز لها بهذا الشكل وتقرأ P تستلزم Q لنضع جدول حقيقة هذه العبارة قلنا أن P تستلزم Q هي العبارة P bar أو Q إذن فنحن نحتاج لP bar P bar هي نفي العبارة P إذن هنا سيكون 1 1 0 0 P تستلزم Q هي العبارة P bar أو Q P bar أو Q تكون خاطئة في حالة واحدة وهي عندما تكون P bar خاطئة و Q خاطئة أي في هذه الحالة إذن هنا سأضع 0 والباقي سأضع فيه الرقم 1 هنا لدينا ملاحظات مهمة أول ملاحظة وهي أن الحالة الوحيدة التي تكون فيها P تستلزم Q خاطئة هي عندما تكون P صحيحة و Q خاطئة ولهذا نقول أن الصحيح لا يستلزم الخطأ الملاحظة الثانية هي عندما تكون العبارة P خاطئة أي العبارة الأولى خاطئة نلاحظ أن الاستلزام يكون صحيحا بغض النظر هل العبارة الثانية خاطئة أم صحيحة هذا سيقودنا إلى ملاحظة الثالثة وهي الأهم إذا أردنا أن نبين أن P تستلزم Q عبارة صحيحة وبما أننا قلنا أنه عندما تكون P خاطئة فإن الاستلزام يكون صحيحا نفترض أن P عبارة صحيحة ونبين أنه Q لا يمكن أن تكون خاطئة أي أنها صحيحة وبهذا نكون قد تفادينا هذه الحالة الوحيدة التي تكون فيها العبارة P تستلزم Q خاطئة إذن أعيد لكي نبين أن P تستلزم Q عبارة صحيحة نفترض أن P صحيحة ونبين أن Q أيضا صحيحة ولهذا السبب العبارة P تستلزم Q تقرأ أيضا إذا كان P فإن Q لنعالج الآن بعض الأمثلة لتتضح هذه الأمور أكثر المثال الأول ناقص 1 تساوي 1 تستلزم ناقص 1 أس 2 تساوي 1 أس 2 العبارة الأولى خاطئة إذن نحكم على الاستلزام مباشرة بأنه صحيح بدون أن نرى العبارة الثانية هل هي صحيحة أم خاطئة إذن هذا الاستلزام عبارة صحيحة بالنسبة للمثال الثاني نراحل أن العبارة الأولى صحيحة لأن 4 تساوي 4 بينما العبارة الثانية خاطئة إذن كما قلنا صحيح لا يستلزم الخطأ إذن هذه عبارة خاطئة بالنسبة للمثال الثالث وهو الأهم لكل إكس تنتمي إلى أع لدينا إكس أكبر قطعا من صفر تستلزم أن إكس زائد واحد أكبر قطعا من واحد لكي نبين أن هذه العبارة عبارة صحيحة يجب أن نبين أن هذا الاستلزام صحيح لكل إكس ينتمي إلى أع سأريكم الآن طريقة كتابة البرهان بالاعتماد على الملاحظة المهمة الثالثة العبارة تبدأ بمكمم كوني إذن نكتبه ليكون إكس من أغ المطلوب هو أن نبين أن هذا الاستلزام صحيح إذن سنستعمل الملاحظة الثالثة وسنفترض أن إكس أكبر قطعا من صفر عبارة صحيح نفترض أن إكس أكبر قطعا من صفر عبارة صحيحة إذن يجب أن نبين أن إكس زائد واحد أكبر قطعا من واحد وهذا الأمر بسيط هنا يكفي أن نضيف واحد في كلا طرفي هذه المتفاوتة إذن إكس زائد واحد أكبر قطعا من واحد هي كذلك عبارة صحيح إذن هذا الاستلزام هو صحيح بالنسبة لجميع عناصر المجموعة أغ أي أن هذه العبارة عبارة صحيح طبعا الأمر كان هنا بسيط جدا لكن ما يهمنا هنا ليس هو قيمة النتيجة التي تعبر عنها هذه العبارة ولكن هذا المثال كان فقط لتوضيح كيفية كتابة برهان الرياضي على صحة مثل هذه العبارة ننتقل الآن لتعريف تكافؤ عبارتين تعريف يتكون بي وكي عبارتين تكافؤ العبارتين بي وكي هو العبارة بي تستلزم كي وكي تستلزم بي نرمز لها اختصارا بهذا الشكل ونقرأها بي تكافئ كي أو بي إذا وفقت إذا كان كي لننجز جدول حقيقة هذه العبارة قلنا أن بي تكافئ كي هي العبارة بي تستلزم كي وكي تستلزم بي إذن نحن بحاجة إلى بي تستلزم كي وكي تستلزم بي إذن سنملأ هذا الجدول إذن قلنا أن العبارة بي تستلزم كي تكون خاطئة فقط إذا كانت بي صحيحة وكي خاطئة أي في هذه الحالة إذن في الباقي نضع واحد بالنسبة لكي تستلزم بي إذن ستكون خاطئة فقط في الحالة التي تكون فيها كي صحيحة وبي خاطئة أي في هذه الحالة إذن هنا واحد 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 بالنسبة لبي تكافئ كي قلنا أنها هي عطف العبارتين بي تستلزم كي وكي تستلزم بي إذن ستكون صحيحة فقط إذا كانت صحيحتين معا أي هنا وهنا إذن هنا صفر صفر الملاحظة المهمة هنا هي أن التكافئ يكون صحيحا إذا كانت بي وكي لهما نفس قيمة الحقيقة إذن نلاحظ هنا أن كليهما خاطئ وهنا كليهما صحيح ولهذا كما قلنا بي تكافئ كي تقرأ بي إذا وفقت إذا كان كي لنعالج الآن بعض الأمثلة مثال الأول واحد تساوي واحد تكافئ اثنان تساوي اثنان طبعا العبارتين صحيحتين إذن التكافئ في هذه الحالة هو عبارة صحيحة بالنسبة للمثال الثاني نلاحظ أن العبارتين خاطئتين إذن في هذه الحالة كذلك التكافئ صحيح إذن عبارة صحيحة بالنسبة للمثال الثالث نلاحظ هنا أن ناقص واحد تساوي واحد عبارة خاطئة وواحد تساوي واحد عبارة صحيحة إذن التكافئ هنا هو عبارة خاطئة بالنسبة للمثال الرابع العبارة هنا تحتوي على مكمم كوني إذن تكون صحيحة إذن كان هذا التكافئ صحيح بالنسبة لجميع قيم المجموعة وطبعا نلاحظ أن العنصر ناقص واحد يجعل هذا التكافئ خاطئا إذن هذه العبارة عبارة خاطئة لأن ناقص واحد تساوي واحد تكافئ ناقص واحد أس اثنان تساوي واحد هي عبارة خاطئة لأنه طبعا هذه العبارة صحيحة وهذه العبارة خاطئة ابتداء من الفيديو القادم سنبدأ في قطف ثمار هذا الدرس من خلال التعرف على أنواع السلالات الرياضية كما العادة أترككم مع تمرين لمناقشته في التعليقات لكن قبل ذلك سأشير إلى ملحوظة مهمة وهي استلاح لتكون بي عبارة نكتب في غالبية الأوقات لدينا بي عوضة بي عبارة صحيحة إذن بي عوضة إذن بي عبارة صحيحة نفترض بي عوضة نفترض بي عبارة صحيحة لنبين بي أو نبين بي عوضة نبين أن بي عبارة صحيحة طبعا هذا الاستلاح فقط لاختصار الكتابة ننتقل الآن إلى التمرين بي أن أي حسب الاستلاح الذي رأينا بي أن هذه العبارات هي عبارات صحيحة هذه العبارات مهمة جدا لأنها تمثل تقريبا أسس جل الاستلالات الرياضية تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله